مبروك للزمالك ومبروك لكل الزمالكوية الزمالك بطل الدوري للمرة 13 في تاريخه بعد التغلب والفوز على الانتاج الحربي 2-0 بهدفين زيزو وبين شرقي وتعادل الاهلي مع الجونة 3-3 في ملعب الجونة الزمالك البطل يستحق ان هو يكون بطل الدوري كان افضل في كل شيء وكان ثابت المستوى رغم المطبات الصعبة اللي مر بيها النادي مش الفريق مبروك لجمهور الزمالك ومبروك لمجلس ادارة الزمالك السابق والحالي ومبروك للعدة الزمالك وجهازه الفني لكن الاهم هو جمهور الزمالك اللي فضل ثابت على موقفه مهما تغيرت المواقف جمهور الزمالك هو السابت الوحيد في نادي الزمالك على مر التاريخ لعيبة بتيجي وبتبطل ومدربين بتيجي وبتبطل ومجالس ادارة بتيجي وبتمشي لكن جمهور الزمالك بيفضل دايما واقف ورا ناديه مهما كانت النتائج النادي الوحيد النادي الوحيد اللي لو كان في المركز الاخير في الدوري وعنده مطش مهم هتلاقي جمهوره مالي الملعب وهي دي عقلية جمهور الزمالك ساعات ساعات فيه ناس بتترق عليهم انه هما من كتر اخلاصهم للنادي كلمة سنظل أوفياء البعض اتخذها بمبدأ السخرية ولكن سنظل أوفياء هي الكلمة اللي دايما بترجع الزمالك مش في كرة القدم فقط في كل الالعاب اولاد الزمالك دايما بيقفوا ورا الزمالك في الاوقات الصعبة السنادي ورغم الموقف الصعب اللي مر به النادي قدر ولاد النادي بفضل جمهوره في كل الالعاب انه هما يتواجوا بالبطولات الزمالك بطل الدوري في البسكتبول في السلة بطل افريقيا في السلة بطل الكاس في الطيرة بطل الدوري في الهندبول والنهاردة بطل الدوري في كرة القدم جبولي نادي في العالم يمر بالازمات اللي مر بيها الزمالك على مر التاريخ ويبقى صامدا ويبقى شامخا ويبقى احدى اكبر القلاع الرياضية في افريقيا والوطن العربي وليس في مصر فقط مبروك الكابتن حسين لبيب ومبروك اللجنة المعينة لإدارة النادي الزمالك ومبروك لأعضاء الزمالك لكن قبل ما بارك لهم لازم اقول مبروك لمرتدى منصور المستشار مرتدى منصور هو مجلسه مبروك لأمير مرتدى منصور اللي عمل مجهود كبير جدا انه يجمع الفرقة دي وانه يبني الفرقة دي مبروك للاجهزة السابقة اللي اشتغلت السنة دي واشتغلت باخلاصه كان لها دور كبير جدا في تدويج الزمالك ببطولة الدوري باتشيكو اللي كان موجود قبل كده في النصف الاول من دوري 2015 ولم يكتب له انه يكمل البطولة وهذا الموسم كان موجود في النصف الاول من البطولة ولم يكتب له اكمال الموسم ولكن لو لا باتشيكو لما فاز الزمالك بالدوري مبروك لكارتيرون اللي كان مخلص في عمله تعرض لانتقادات كتيرة وده كان طبيعي بعد عودته لكنه كان صامد وقدر انه هو يركز في عمله بس قدر انه هو يقفل على الفرقة وقدر انه هو يقوم بدورين دور المدير الفني ودور مدير الكرة كان صارم في كل قراراته لغاية ما خرج بالفريق لبر الامان ويفوز نادي الزمالك ويعود درق الدوري لمية عقبة بعد غياب ست سنوات الف مبروك لنات الزمالك ترجمة نانسي قنقر